كوين والذي اللي زوتوا يكل باش وصلنا العمل به يوم الاثنين الماضي النتائج ديال اليوم الاول بالطبع كانت جد ضائلة في النجاح هنا بغيت غن يعني نقول للناس اللي دوزوا الانتحان هذك اليوم اثنين بانه هورا غادي تعطاهم الفرصة باش يعود يدوزوا الانتحان بلا ما يتحسب لهم هذك النار لانه يوم الاثنين كانت اول مرة استعمال ديال البنك وقمنا بتحليل ديال الاجوبة وفهمنا منين جاي الخلال وصلحناه واللغد له النسبة ديال الناجح طلعت الخمسة وثلاثين في المياه بارح وصلنا الاربعين في المياه كل نهارة نديره التقييم الوكالة تتعمل تقييم واليوم في الغالي بغادي نوصلوا الخمسة وخمسين في المياه من هنا الاخر الاسبوع غادي نوصلوا للنتيجات ديال الناجح المعتاد في النظاري قضية اخرى اللي يريد نقول هو انه هذا ماشي غير امتيحان لانه كان واحد المواكبة ديال التكوين من طرف الوكالة اللي وضعت منصة للتكوين لموضوع رهن الاشارة ديال المؤسسة ديال التعليم واللي قد يمكن ايضا المتحينين والمتدربين يستعملوها يا اما داخل المؤسسة يا اما عبر الحاسوب عندهم او في سيبير او اي حاجة وهذا بهدف يعني تحسين تكون باش سائق ماشي يكون تعرف غير شنو معانت بلاكار ديال ستين ولا هنام شنو معانت ستوب ولا شنو هما المخالفات خصنا نبنيو واحد السائقين جدد نقولو اللي تفهمو منين جاي هاد القوانين ويكون عندهم واحد الفهم عميق ديال المسؤولية ديالهم وديال سلامة طرقية العوامل اللي تت يعني يمكن لها تأثر على السلامة الطرقية الهدف بالطبع المنشود الاخير هو التقليص من حوادث تسير في المغرب وهنا قدي نرجع للقضية ديال استراتيجية الاستراتيجية الوطنية كان عندها هدف طموح و في ضرف عشر سنوات تقليص بنصف في المياه بخمسين في المياه بالنصف ديال عدد الموتى على طرقات المغرب حقيقة هاد الهدف ما توصلنا لهش يوم اللي تنتكلم فيه احنا في واحد الاستقرار ديال العدد ديال الموتى المغرب غير يعني بلادنا ما ما مطمئناش بهاد بهاد المستوى هذا موسيقى اشتركوا في القناة